الملك الحمد بن عيسى الخليفة برئاسة السيد سمير عبدالله ناس وذلك بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديدة وهن جللته رئيسة وأعضاء المجلس على ثقة القطاع الصناعي والتجاري بهم متمنيا لهم كل التوفيق والسداد لخدمة المسيرة التجارية وتأكيد دور الغرفة الفاعل وشراكتها في عجلة التنمية والتطوير ونوها جللته بما شهدته انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين من أداء راقي عكس عراقة هذه المؤسسة الوطنية ودورها التاريخي في النهضة الاقتصادية والتنموية وأكد جللته اعتزازه بغرفة التجارة والصناعة وأن انتخابات غرفة التجارة عريقة وسباقة في المنطقة منذ عقود طويلة مواربا عن شكره وتقديره لجهودهم ودورهم لدعم مسيرة الوطن في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية مواربا عن اعتزازه بهذه النخبة المتميزة من التجار ورجال الأعمال من ابناء البحرين الذين أخذوا على عاتقهم خدمة هذا القطاع المهم وتطوير أداءه وأعرب جللته عن تقديره لدور القطاع الخاص الذي يعد عنصرا أساسيا في عملية التنمية وإسهاماته في حركة الاقتصاد ورفض توجهات المملكة نحو زيادة تنويع مصادر الدخل وزيادة وتيرة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية رمية إلى تحقيق كل الأهداف المنشودة لمستقبل أفضل للوطن والمواطن وأكد جللته دعمه للقطاع التجاري والاقتصادي لواصل مساهماته الفاعلة في تعزيز الدور الريادي للاقتصاد البحريني الذي استطاع أن يحقق سمعة وثقة كبيرة في الأوساط الاقتصادية الأقليمية والعالمية بفضل تكاتف أبنائه ومحبتهم لوطنهم وعملهم المخلص لخدماته وعقب المقابلة تقدم السيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشكر الجزيل إلى مقام جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله على رعاية ودعم جلالته للغرفة لقطاع الأعمال البحريني ونهج جلالته في التواصل والحوار البناء مع أصحاب الأعمال بقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار كما تمنا رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عاليا ما تفضل جلالته حفظه الله ورعا بطرحه خلال اللقاء من توجيهات ومريات تجاه الدور المأمول من الغرفة ومن قطاعات الأعمال البحرينية في سبيل رفعة اقتصادنا الوطنية ترجمة نانسي قنقر